وننتقل إلى البحيرة وزميلنا كريم رجب يطلعنا أيضا على صورة من هناك كريم أرحب بك من جديد والتفاصيل معك نعم إمام كل عام وأنت بخير وجميع سادة المشاهدين ونود أن نحث أثناء السادة المشاهدين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وأيضا تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالنسبة للوضع هنا في محافظة البحيرة وأنا تواجد الآن في شارع الأستاذ أحد أهم الشوارع الرئيسية هنا في مدينة دمنهور وتحديدا بمحاذاة سور النادي الاجتماعي وهناك حركة هادئة نسبيا هنا في هذا الشارع ولا يوجد سواء عدد قليل من السيارات التي تجوب هذه المنطقة بالإضافة أيضا إلى عدد قليل من المواطنين وتبدو الشوارع خالية بعض الشيء من المواطنين كذلك حركة السيارات جميع المحال التجارية التي رصدناها هنا في هذه المنطقة وهي من أشهر المناطق المعروفة بحيوياتها واحتواءها على عدد كبير من المحال التجارية الذاتة لأنشطة المختلفة هناك إغلاق تام لجميع هذه المحال التجارية التزاما بقرارات رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا وهذه ضمن الخطة الاحترازية التي تتخذها الدولة في هذه المنطقة في إجازة عيد الفطر المبارك لا يوجد سوى محلات السوبر ماركت والمخابز والصيدلات التي تفتح أبوابها في هذه الأيام لتلبية إحتاجات المواطنين المختلفة أيضا هناك انتشار أمني مكثف في المناطق التي كانت معروفة بتواجد عدد كبير من المواطنين بها في هذه المناسبة مثل الحضائق العامة وأيضا بعض المتنزهات وهذه الأماكن العامة هناك تواجد أمني مكثف وبالتالي لا يوجد أي من المواطنين يقوم بالإخلال بهذه الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إذن هذه التفاصيل الصورة هنا في مدينة دمنهور وأعود إليك إمام مجددا فيها للسود أشكرك جزيلا كريم رجب مرسل أكسرا نيوز من البحيرة على كل هذه التفاصيل وطبعا شكر موصول لكل مرسلين في هذه الجولة الآن نذهب مع حضراتكم إلى فصل قصير ونعود لاستكمال الآن ابقوا معنا